الاجتماع الثاني الذي دعا إليه الرئيس اليوناني كارلوس باباولياس خرج بنتجة إيجابية بعدما عين الحاكم السابق للبنك المركزي اليوناني ونائب رئيس البنك المركزي الأوروبي سابقا لوكاس باباديموس رئيسا للوزراء خلفا لجورج باباندريو الإعلان جاء بعد أن بات فيه اليونان على حافة هوية اقتصادية ويعيش على ترقب سياسي وينتظر من رئيس الوزراء الجديدا يخرج اليونان من أزمتها المالية وتجنيبها الإفلاس موسيقى